موسيقى شاهدين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أجندة الساعة العديد من الموقعين على الاتفاق الإطاري ما بين مؤيد وما بين معارض رأي الشارع السوداني لجان المقاومة وغيرها من الأحزاب السياسية اليوم بنسعد بأنه نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأكارم الأستاذ حسين الشيخ القيادي بحزب المؤتمر السوداني والحرية والتغير أهلا وسهلا بكم مرحب مرحب بغنات الشروب وشاكرين للاستضافة وعبركم التحايا لكل المشاهدين في مسارق الأرض ومغاربة مرحب بك كمان يمتد الترحاب بأستاذ معتصم حسن الخدر عضو لجان المقاومة أهلا بك أهلا بمرحب بيكون وشاكل جدا لتحط الفرصة على غنات الشروب يا مرحبا خلونا نبدأ بداية أستاذ حسين بأنه الاتفاق الإطاري ما بين مؤيد وما بين معارض يعني وصلت الجهود لأنه يتم فتحه من جديد وأنه في كثير من القوى المفروض أنها هي تلحق بركب الاتفاق الإطاري خلينا نقول أين نحن الآن من الاتفاق الإطاري طيب في البدء نحيي يعني أخواننا المسيحيين من الشعب السوداني بعياذ الميلاد المجيدة ونتمنى في دولتين السودان شمال وجنوب ونتمنى أنه يعود والعام القادم ودولتين تنعم بالاستغرار والطمانين والأمن والتغدم والازدهار ثانيا نترحم على أرواح الشهداء والمفقودين ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين ونترحم أيضا على المغدورين في بيوتهم نتيجة للسيولة الأمنية الحاصلة في البلد جراء الإنقلاب وعدم الاستقرار السياسي الحاصل في البلد بالنسبة للاتفاق الإطاري خليني أرجع معك لورة شوية الحرية والتغيير في فبراير 2022 طلعت رؤية واضحة في الموضوع بتاع الإنقلاب العسكري وكيفية تجاوزه اللي هو حددت ثلاثة آليات أولا واعتبرته هي قضية استراتيجية هي النضال السلمي المدني في الشوارع بالمظاهرات والإضرابات وغيرها من الآليات المدنية الدموقراطية السلمية ثم ثانيا بالتضامن الدولي والإقليمي لمساعدة الشعب السوداني في إنهاء الإنقلاب ثم ثالثا وأخيرا اللي هي الحل السياسي المفضي إلى إنهاء الإنقلاب وإزالته تماما ورميه في مكانه الطبيعي واللي هو مزبلة التاريخ لأن شعبنا قرر إنه تاني ما حيد عايس مع إنقلابات عسكرية أو حكومات عسكرية فبالتالي الاتفاق الإطاري جاء من المدخل دية بعد تدخل إقليمي ودولي مبادرة السفيرة السعودي ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي في الأول واللغاء الأول كان في يونيو 2022 في منزلة السفيرة السعودي بين العساكر وقوى الحرية والتغيير واللي هو ما وصل لحاجة في الوقت ذلك لكن لاحقا جاءت مبادرة المحاميين دستور نقابة المحاميين اللي وافقوا عليه والعساكر ولاقى إجماع إقليمي ودولي كبير في إنه ينهي الأوضاع السياسية المتوترة في السودان من جراء الإنقلاب فبموافقة الطرف العسكري اتحقق للحرية والتغيير واحد من أدواتها اللي هي كانت أعلنتها في فبراير 2022 فبالتالي قبول الحرية والتغيير للاتفاق الإطاري وهو جاي من المدخل دي فبعد ذلك نجي في حتة الرافضين الرافضين مع كامل الاحترام والتغدير لهم الحرية والتغيير مكونة من أحزاب سياسية وقوى مدنية وتجمعات نغابية مختلفة فنحن نفتكر أنه دورنا نحن يعني الحل السياسي واحد من أدواتنا كأحزاب سياسية وممكن نكون رافضينه طالما في حل سياسي والعمل السياسي ده دور الأحزاب السياسية ممكن أخواننا في لجان المغاومة والتنظيمات الثورية المختلفة هم بطبيعتهم ذاتها بتختلف من الأحزاب السياسية وهم يعني ما في زور بلومهم إذا ما قدموا حل سياسي أما الحزب السياسي والأحزاب السياسية مطالبة بإذن تقدم حل سياسي يعني تعتقدوا أنها ممكن تكون مخرج من الوضع المعقد أننا بنعيش به أنا عوز أنقل ذات السؤال لأستاذ معتصم بأنه الاتفاق الإطاري الموقع بين مجموعة من الأحزاب السياسية أو المدنيين والمكون العسكري أنه لا زال صامت حتى الآن ما هي تحفظاتكم كالإجام مقاومة؟ والله هي تحفظات كثيرة يعني كان داما بتتم من النغاش بتاع الاتفاق الإطاري طبعا أنا قبل أجاب على السؤال بطريقة مباشرة فبتفق معه في نقاط موضوعية بأنه دور الحزب السياسي ودور السائر هو يعني هو احتمال تكون مكملات لبعض فأنا مؤمن بأنه الحاجة دي هي نحن العملية السياسية دي هي يعني من صميمة هام القوى السياسية دي العملية السياسية الاحترافية لأن هي قوى سياسية أصلا يعني أو دا المسمى أو دا الأحزاب إن شاءت لها الحاجة دي لكن بنجي لتحقيق الأهداف أنا بالنسبة لنا نحن دائما الاتفاق اللي بيكون مثلا وسط وبحقك أهداف في ضمانات بحقك أهداف حقيقية هو دا اتفاق جيد جدا والاتفاق محمد كانت جندته موضوعية وجندة حقيقية وما في ضمانات أو ما في آلية لتحقيق الحاجة دي فإقبال أنا بالنسبة له أقصد اتفاق يعني ردي يلا دا ما دار أنا أصغطه على الاتفاق وعلى الاتفاق الإطاري مباشرة لكن في النغاشات نحن كلنا عارفين أنه فيه قهب بين القوى السياسية وبين لجان المغاومة لأسباب أسباب منها تعريفات لجان المغاومة ذاتها هي ما واضح للغواء السياسية �� employer لجان المغاومة بالنسبة له بالنسبة له تنسيقيات في لجان مغاومة مستقلة في كيانات أنا مدرأ أذكر بالاسم عشان ما أكون باتكلم باسم يأتو فيهم ما أتكلم بأي واحد فينا الآن في كيانات بتاعة لجام مغاومة من كلمات كيان دي معروف كيان يعني منهم في تنسيقيات معروفة تنسيقيات وعدد المشبكة مع بعض على مستوى كان الولاية أو غير خارج الولاية في لجام مغاومة مستقلة يعني من التكوينات دي في تكوينات أخرى بتاعة لجام مغاومة في مناطق مختلفة بتنسيقيات وبمركزيات وكذا أستاذ معتصم لكن النقطة دي بتودين على أنه هل نجح السلطات أو المجلس العسكري في أنه يتقسم لجام المقاومة وده الحاجة الكامبيس عليها من بداية لجام المقاومة خلينا نقول من معرفة 2013 بداية تكويناتها وحتى 2018 و2019 بيسعى جاهدا لأنه يفكك لجام المقاومة ويشتت وحدتها هل نجح الكلام ده حسب كلامك اللي أنت بتقوله هسي فإنه أنت مقاومة حسب كلامي هم دي المين قسمات من التأسيس بتاعهم ما كانوا مع بعض من التأسيس بتاعهم ما كانوا مع بعض من الإنشاء بتاعهم مثلا الجسم الممثل ولاية الخرطوم هو ما كان جسم يعني جزء من أو ما كانت اللجانة المستقلة الآن دي في بعض المناطق والحرثي ما كانت جزء منه من البداية الإنقلابيين أول إخوان هم سعوا بشكل جاد لأنه تكسيم لجان المقاومة داخل تكويناتها زاتا والمناطقية مثلا الخرطوم تشتغل براون التنسيقات مثلا بربي مثلا تنسيقات الخرطوم يكونوا شاقالين يعزلون براون يخلقوا مشاكل في مندرمان يخلقوا مشاكل في بحري الإنقسامات دي الحاجات هم سعوا لها لكن نحن عشان ما نخوينا باقي الأجسام التانية البرة هم أصلا ما كانوا جزء من التكوينات من المكونات دي طلعوا منا أنا ما دار أجيب بالاسم لكن في مثلا الكيانات الكيانة المعروفة الكيانة الكبيرة اللي هو كلنا نزع عرفه الكيانة دا ما كان جزء من التنسيقات يعني من التأسيس عشان نقول العسكرين أو الكيزان أو الأحزاغ أو غيرها قامت شقتهم يا شقتهم عن بعض كده ولا الأجسام التانية اللي هي الأجسام المستغلة هي ما كانت جزء من الحاجة دي فأنا بالنسبة لي إنه هم سعوا لكن ما بنفس الطريقة الموجود بي الآن الشكل بتاع لجانة المغاومة جميل لجانة المغاومة في بياق السودان حتى الموغف ذاته لجانة المغاومة ذاته موغف ومفرق موغف يتم اتخاذه زي ما زكر ديفك إنه يعني لجانة المغاومة متحفزة على الحاجة دي كده لجانة المغاومة داخل في تبايونات في راية على الاتفاق في تبايونات نحن من النقاشات أنا سجلت نقاط كده إنه في تبايونات في مواقف لجانة المغاومة في ما بينكم داخليا في طرد عمل اتفاق ده ذاته في بين رافض وبين مؤيد وبين متحفز وبين ما مهتم أصلا وما مكترس للحاجة دي أصلا ربك إذا كانت يعني البدايات لتكوين الاتفاق كان في خطابات وصلت لبعض لجانة المقاومة دونا عن غيرها يعني في إنهم ممكن يجلسوا في طاولة تفاوض دي ممكن تكون برضو خلقة بلبلة داخل لجانة المقاومة ولا لا زال الاتحاد والتماسك حتى الآن موجود داخلها الحقيقة أبدا ما جاءت دعوات في موضوع الاتفاق اللي طارد أصلا زي ما تكرم ديفيك إنه هم الأطراف الطرف اللي هو القام بالاتفاق اللي طارد هم الأحزاب السياسية ووضح إنه الأحزاب السياسية الطبيعة بتاعته مختلفة من الطبيعة بتاعة لجانة المغاومة فهنا مع بعض كأحزاب سياسية لكن دي مؤبر بيفتكروا إنه الحاجة دي ما ظهرت قدام إلا هي ناضجة الاتفاق اللي طارد ما ظهر إلا هو ناضج يعني معارض المثل السوداني بيقولوا عزمة مراقبية واللجنة يلا كانت في آخر لحظات الشيء الثاني أنا ما دار أقول إنه هو الحرية والتدغير بتجهل بطبيعة طريقة التواصل مع لجانة المغاومة أو ذاك لكن بممكن تقدري تقولي إنه يعني ما في طريقة بتاعة التواصل مع لجانة المغاومة إلا عبر الواجهات دي حنجيها باستفادة ودائرين نتكلم عنها باستفادة أكتر لكن أنا في ذات الاتفاق الإطاري أستاذ حسين أنتم تتحدثوا عن أنه خلاص هو ماشي على توقيع نهائي خلال هذا الأسبوع والاتفاق خلينا نقول بيفتقر لأنه يكون عنده سند عريض ما في السند العريض ما في مقاطعات من بعض القوى السياسية المهمة في الشارع دي ما ممكن تشكل عراقي لخطر على مستقبل الفترة الانتقالية بصورة عامة؟ بالتأكيد ضيق القاعدة الاجتماعية لأي عملية سياسية هي تكون مهدد لها وكده لكن خلينا نقول أنه الحرية والتغيير وأنا حزب المؤتمر السوداني لأنا بنتمي لي وجزء منها قالت بصريحة العبارة إنها هي مال ممثل السياسي الوحيد للثورة واتكلمت الحرية والتغيير بوضوح كبير أن هذا الاتفاق مفتوح على قوى السورة وحددت قوى السورة اللي هي لجانا مقاومة والتنظيمات السورية جزء لا يتجزأ منها مفتوح لهم للإضافة والحسف والتعديل والتفاوط فيه وصولا للاتفاق النهاي بالقضايا الخمسة المطروحة للنغاش وممكن تجي تبقى في قضية سادسة وتجي تكون في قضية سابعة مفتوح وقابل لهم للإضافة والحسف باقي إنه يتطور فأنا ما أفتكر إنه الإسبوع المقبل ده حيكون التوقيع نحنا ما دلنا يعني في طور المشاورات والحوارات مع الغو حتى هو اللي جانا المغاومة ذاتا عندنا تواصل معاهم مستمر بشكل يومي في الخرطوم وفي الولايات والمحليات المختلفة وكذا طيب ليه بتتحفظوا على الحق كل القوة يعني خلينا نتكلم عن الكتلة الديمقراطية لو كانوا بيدعموا الانتقال يعني أنتم بتتحفظوا على إنه هم يلحقوا بالاتفاق وما يعني ما بتتقبلوا إنه هم يكونوا ضمن الاتفاقية طيب عشان الموضوع ده يكون واضح ليك وواضح للسادة المشاهدين تعالي فكك الكتلة الديمقراطية الكتلة الديمقراطية هي منه هي الحركات المسلحة وتنظيمات نشأت جديدة زايد واجهات للنظام البائد زايد إدارات أهلية وطرق صوفية وكذا فطبيعة ذاتة طبيعة الكتلة الديمقراطية دي زي ما بيقولوا في المسأل سمك لبن تمرهندي يعني حاجة جايطة جدا جدا فالاتفاق الإطاري ذكر بوضوح إنه الحركات المسلحة الوقعت على اتفاق سلام جزو جبا هي جزو لا يتجزع من هذا الاتفاق وقدمت ليهم الدعوة عشان يلتحقوا بالاتفاق الإطاري لكن في تنظيمات ما عندها علاقة بسلام جوبا يعني ونشأت بل نشأت بعد سقوط النظام وبعد تكوين حكومة الفترة الانتقالية الأولى قبل الانقلاب عليها طيب وين وصلت جهودكم في تحديدا نحن تكلمنا عن اتفاق جوبا والأصوات المتناغدة يعني لي مناوي ولا جبريل بتتحدث عن استقالات في حال انه تم المساس باتفاق جوبا وفي حال انه كان عنده اي تدخلات من قبل القوى الأخرى ممكن يكون عندها تأثيرة برضو على الاتفاق الإطاري وين وصلت؟ وين وصلت معها كقوى مؤيدة او موقعة على الاتفاق الإطاري؟ والله نقدر نقول انه الجهود مستمرة والنغاش أصلا بيننا ما وقف رغم اختلافنا الكبير معاهم في دعمهم لانقلاب 25 أكتوبر 2021 لكن الكلام بيناتنا أصلا ما وقف لأنه نحن بنفتكر انه اتفاق سلام جوبا غض النظر عن مواقفنا نحن من الحركات دي خاطب قضايا مباشرة بتهم المواطنين اللي في مناطقهم قائمة الحرب ما بخص الحركات بلا فبالتالي نحن دعمين تنفيذ اتفاق سلام جوبا بكل برتكولاته لكن برضو ظهرت إشكاليات في المسارات المختلفة يعني في المناطق اللي ما فيها حرب مثلا في الشرك في الوسط في الشمال دي قضايا قلنا نحن لازم يتم التعديل فيها ولا بد يعني ما فيه استغرار خياسي بيحصل رغم انه يعني كثير من الاتهام الموجهة لقضية الشرق تحديدا بانها هي اجندة يتم تمريره متى ما دعت الضرورة بدليل انه من 25 اكتوبر وحتى الان قضية الشرق يمكن ما كان عندها نفس البروباقندا اللي كانت هي بتمثيله قبلي 25 اكتوبر خلينا احنا نسمع راي للشارع ونرجع لك مرة تانية في ذات القضية والضيف الكريم معتصين نسمع ونمشي ونجي ممكن نعتبره غفزة او خطوة جيدة في ظلام الازمة لعيشة السودان وهو اختراق ما بطال لكن بيواجه تحديات التحديات اللي بتواجه اول العملية بتاعت تمسك الغوة الموقعة ذاتها الاحتكارية تمت له من قبل الغوة الحرية المركزي وهي البدت يعني مفترض هي تطور او تروج للاتفاق وتستقطب اكبر غدر من المؤيدين له لكن مشت لعياني بتاع التصنيفات تانية يعني كل الناس انت عشان ما هي فترة انتغالية كل الناس شركة فيها فالحرية والتغيير من الخطأ خشت في حتة نفس التصنيفات ونفس الخطوات اللي تبعت في وسيقة 2019 اول حاجة قفلت الاتفاق وحددت او خطت اطار للناس او المجموعات المفروض توقع معها ده كان خطأ وده بشرخ في عملية في جيدة لا 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 المجموعة او بعمل شرخ كبير جدا في المؤيدين للاتفاق لانه ما كل الناس في صحيح في مجموعات من غوى الحرية والتغيير مركة البحث مركة لا 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 في مجموعات لا زالت غير مختنعة لكن انت مفتورة عشان تكون انت تستقطب تكون اكثر متساهلا وما اظن ان هم استفادوا من تجربة 2019 بتاعة الوسيغة نفس الخطأ قفلوا الاتفاق بدوا يصنفوا في غوى الثورة غوى الانتغال يعني غوى الثورة الى الان هي المعيار بتاعها شنو انت بتجيز به انه ده غوى ثورة وده ما غوى ثورة في غوى الانتغال قالوا غوى الانتغال هي الغوى التي عارضت الانقلاب وكان لها موقف واضح طيب انت ما عندك في غوى ثانية معارضة للانقلاب مشى قبل الاتحاد الديموقراطي الاصل قبل المؤتمر الشعبي قبل انصار السنة رفض للاخرين في ناس قالوا فابقى هنا ده دخل الكبير جدا ودي معضلة ما بتخلي الاتفاق يمشي ليه قدام طالما انت بتخذ معايير وبتخذ مواصفات معينة للنات الاتفاق يفترض يكون مفتوح لكل القوى السياسية الان برضو هو الكفاح المسلحة او الحركات المسلحة الان الحركات المسلحة متحفزة من الاتفاق لان الاتفاق اساسا اتكلم عن فتح الاتفاق جوبة وتعديله وهو قبل ما يبدأ الخطوة دي هو بالغاوه للشراكة في المجلس السيادي خل الشكصي واحد في المجلس السيادي الان بدأ يفكك في اتفاق جوبة اتفاق جوبة اتضمن انه تمثيل في المجلس السيادي معناته لغى جزء من الشراكة بتعدي فيبقى الاتفاق الاطاري الان مواجه بنفس المشكلات الاقصائية المشكلات الواجهة الوسيقى في الفترة الفاتت ما لم يدارك للجانب دي ما هنا يسمي هنا دا ما اظنه حيمشي لي قدام حسب تعليق الأستاذ الصحفي طيب محمد خير بالحديث عن اتفاق جوبة وعن ما يحدث في داخله ما بين المؤيدين والمعارضين تعليقك أستاذ معتصم حسن تعليقك على ما قاله الأستاذ الصحفي بين اتفاق جوبة وانه يفتح الملف مرة تانية وقابل للإضافات وقابل للحزب وقبلها قضية الشرقة اللي كنا بنتناقش فيها الاتفاق جوبة طبعا أنا والحاجة من الناس الحزب كان اليوم التوقيع مشروط حضرتها الحاجة دي كده فالاتفاق الدرس المستفاد انه الناس عشان ما تقع في نفس الأخطاء وفي نفس الحاجة اللي حصلت المرة الفاتت في اتفاق جوبة وأنا بالنسبة لي فتح الاتفاق دي حاجة كويسة لأنه ما حقق يعني أنا بالنسبة لي ما حقق الهدف الأساسي أنه في الفترة المضط أنه نفس الوضع اللي كان عندنا في قليم دارفور نفس المشاكل نفس النعرات القبلية وموت وتذكر كان في مرة في يوم واحد ماتوا أكتر من مئتين يعني ضحايا أكتر من مئتين مواطن يعني ما حقق أهداف لا ما حقق الأهداف الرئيسية اللي هو من أجهة أنه يوقف الدماء والاختتال وكده فالمراجحة دي نحن معاها أنا الحتة بتاعت لأنه كان في الشارع حتى في في صوت يعني أنا بأعتبره ما صوت في الشارع إنه في صوت كان بنادي بإلغاء أصلا يعني بعد الناس بعد المرارات بتاعت كتير يعني من الضحايا كانوا في الفترة الفاتت دي في دارفور كان في ناس طالبت بإلغاء السلام أصلا ما منه جدوى أصلا إذا كان هو دل وما بيخدم قضايا الشارع ما بيخدم جزء كبير من المضال ما بيخدم قضايا الشارع يعني الناس دي كانت صادقة لما انتكلمت على الحاجد لما انفتحوا الملف تتفتح في الشارع طبعا سلام جوبة تفتح في الشارع الناس انتقضت في الشارع على مستوى المواكب على مستوى إنه الحاجد لأنه الدم دي الحاجة الوحيدة إنه كان ممكن إحقنا الدماء هو ما حقق الأهداف وما بين يعني إنه مطالب الشارع بإلغاء سلام أو اتفاقية جوبة وما بين تصريحات مناوي بجبريل لإنه إذا تم المساس بها ستقدم الاستقالات وده ممكن يكون مهدد حتى للاتفاق الإطاري تعليقك أستاذ سيسيني طيب أنا أتفق مع أخونا محتصين في إنه ضرورة فتح الاتفاق وده الكلام ده جابي وضوح في الاتفاق الإطاري لكن الفقرة اتكلمت عن إنه بموافقة الأقرار فبالتالي فتح الحوار يعني في سلام جوبة افتكر إنه يعني إذا كان بموافقة الأطراف وكان في حوار واضح وشفاف يوازن بين مطالب الشارع وبين آراء الحركات الحاملة للسلاح حاليا يعني ماذا لو رفضت لازالت على موقفها الآن هي عليه والشارع برضو أصل على إنه هو لا يريد سلام أو لا يريد الاتفاق بإنه يواصل في ذات المساحة وماذا لو كانت ما هي واحدة من البنود زي ما أسلفت وقلت إنه يتم فتحه تمام تمام طيب ماذا سيحدث؟ خلينا نقول بوضوحه بصراحة إنه راية الشارع ومطالب الشعب السوداني هي أولوية على رغباتنا نحنا ورغباتهم هم حتى فبالتالي مطالب الشارع نحنا دورنا كغوة سياسية إنه نشين مطالب الشارع دي نخطها في برنامج سياسي ندخل بيها في عملية سياسية فبالتالي نحنا حننحاز لصف شعبنا يعني وحننحاز للشارع بدون أي تحفظ فبالتالي حنكون يعني رأينا واضح في الحاجة يعني ما حيتنفذ الاتفاقية أو اتفاقية السلام بمعزل عن جبريل ومناوي وغيرهم يعني ما حتدخلوا في هذا المعزق لا نحنا بالعكس تماما يعني هسي نحنا سمننا جدا الكلام القائد عبد العزيز الحلو حول الاتفاق الإطاري في حوار العمل معاه الصحفي أتيم سايمون مبيور ونشره في جريدة في دولة جنوب السودان الشقيقة ونغلت منا صحف الخرطوم نص الحوار لعليك اطلحت عليه في المواقع المختلفة فالغايد عبد العزيز يتكلم عن أنه إذا حقق الاتفاق الإطاري حكومة مدنية بالكامل وخل القوات العسكرية تمشي السكنات وبدت خطوات جادة للجيش الوطني المهني الواحد وهو مستعب يعني أنه يستأنف التفاوض فورا فبنفتكر أنه الالتحاق الممانعين يعني ممكن يلتحقوا عبد العزيز الحلو ومحمد نور بالتصريحات الإيجابية اللي صرحوا بيها ممكن يلتحقوا بالاتفاق يعني يلحقوا الاتفاق النهائي عشان نكون أمينين السيد عبد الواحد محمد نور لحد الليلة ما سمعنا منه تصريح واضح في الموضوع لكن القائد عبد العزيز الحلو هو قال الكلام ده في الحوار الأشير تليك الليو النشر قبل يومين أو ثلاثة فبالتالي إلحاق الممانعين هو ذات نفسه بيستدعي فتح اتفاق السلام دعك من الأسباب الأخرى والمشاكل السببتها في شرق السودان وفي الشمالية وفي الوسط وفي كذا يعني وحتى في دارفور ذاته وفي السياق ده خلينا نترحم على ضحايا أحداث محلية بليل بجنوب دارفور وقبلها أحداث محلية السرف عمرة بشمال دارفور والضحايا والمصابين والقتل وكذا يعني فبالتالي أنا كلام الأخ محتصم في إنه اتفاق سلام جوبا ما حقنا الدماء تماما كلام صاح لكن نحن برضو بنحتبر خطوة يعني خطوة ممكن نبني عليها نبني عليها بشنو بالتصحيح نبني عليها بالتصحيح نحن مصرين علي إنه المواقب الرافض الشعب السوداني في سلام جوبا نحن نصحيحها بالتشاور بيننا وبينهم ونحن في الاتجاهدة ما حنمل وحنكون ما دي لهم يديننا مش زي ما قلت لك قبيل مش عشان الحركات ذات نفسها لأنه الاتفاق ذاته بخاطب قضايا الشعوب عانت من الحروب والدمار والنزوح والفقر وغيرها يعني إحنا أستاذ حسين لو تكلمنا في إنه يعني إذا سارت الحكومة في إنها هي تمشي في الاتجاه الصحيح يا أستاذ معتصم بين وخاطبت مطالب الثورة السودانية ومشت في ذات الأجندة الخمسة أو البنودة الخمسة في الاتفاق الإطاري هل من الممكن أنه تنضم لها لجان المقاومة وتتنازل عن اللآثة الثلاثة التي رافعها الآن من خلال الشارع السوداني وممكن أنها تسند الحكومة في وقت ما إذا دفتت الاتفاق الإطاري ببنوده طيب تمام ده برجعنا للاتفاق الإطاري هو ذاته شنو أوطح شكل تحفوزات لجان المقاومة عامل كيف القريب من لجان المقاومة هو بيجس بيت ناغش معاون ليدر لجان المقاومة أنا استهضفت مرة معنا صغوة الحرية والتقيير نحن كنا ممثلين لتنسيقيات المقاومة الزمن ذلك بعد اعتماد السفير الأمريكي بثلاثة يوم تقريبا فما عارف فيها ما قصة لكن استهضفنا هناك فكان النغاش الدائر الدائر اللي كان دعوة لاجتماع مع التنسيقيات المقاومة مع السفير الأمريكي كان قبليه مع البحثة الدبلوماسية ودعوات كان بيتجي من فول كر جزء بترفض جزء بتتم تلبية الدعوات والتفاصيل والحاجات الكثيرة فأنا الحاجة اللي التمستها يعني قاعدة ربطة بينه وبين الاتفاق الإطاري ذاته فقبيل ذكر الحتة بتاعت حشد الرأي الدولي في العملية بتاعت الاتفاق الإطاري هو واحد من المسارات غير الشارع واحد كان من المسارات فالحاجة دي تمسناها بيسألونا دائما الرأي الدولي بيسألكم يعني انتوا إذا حصل كده موقفكم شنو مثلا اتوا رأيكم شنو في وجود العساكر يعني هما دائما بيأخذ منكم خاصة الإحساس الدبناسية بتأخذ أكثر مما تقوم تديك وجهة نظر أو كان جات وجهة نظر تجي عبارة عن يتسن عليكم أن تفعل ذلك أو تغوم بيكذا كنصيحة بيدوك لأي كنصائح فهم ماشيين دي للأمانة يعني الكلام دا في رمضان أنا قاعد للاجتماع دا كان في رمضان ذاته يلا فللأمان ناس التنسيغات هس لو بيشاهدوا في البرنامج بيكونوا عارفين الكلام دا وحضروا يعني نحن كانت تغريبا زي ومثلين الزمن دا كانت السبعتاشر تنسيغية حسي الآن ستاشر في الولاية جلا فكانوا المثلين للستاشر تنسيغية دي فكان بيتكلم كأنه الاتفاق دا أنا قاعد ربطه كأنه الاتفاق دا أصلا هو يعني موجود من البداية أو اللا كيف بيتكلم عن إنه الناس تمشي في الخطة في الآن هو الخطة الهسي ماشي دي للسجارة الأمريكي البعثات البعثة الدبلوماسية المشتركة كذلك يعني متزغة تماما مع الحاجة دي لكن بيسأله في نفس الوقت إيتم مقايفكم شنو دي مقايفنا الآن حسي اللي قاعدين نسأل منا أنا حسي من خلال النغاش برضو قاعدة أسجل يعني هو استلم السلطة دا أنا من إحنا بالنسبة لنا عن طريقين استلم السلطة يا عن طريق التفاوض يعني دي حاجة معروفة يا كمان عن طريق نسقط الإنجلاب دا ما بتسل بإنحياز الشرفاء من الغوات المسلحة هل وارد الخيارين دا الواردات؟ الخيارين وارد هنا الخيارين المتاحات أصلا مهم متاحات هون المتاحات لكن هل من الممكن أن يسلم العسكر السلطة للمدنيين؟ دا البيسعلية والشارع الآن دا الناس الموجودين الآن نحن في الاستوديو والناس في الشارع هم دا المسعب pee Lunch أنا جاي من باشداره وجيت هنا طوالي دا الان البسعلية والشارع والدارة الشارع كذا الآن ناو الناس الموجودين عن مستوى الشارع يلا دي واحدة من التحفزات اثنين من التحفزات ذاته مثلاً على هذا الموضوع بدعم موجود مثلاً في الموقعين على الاتفاق ذاته الآن كرجعاً للاتفاق ذاته بنلقى مثلاً المؤتمر الشعبي بيجي بتلقى في نغاشات المهمة للمؤتمر الشعبي جزء من الحاجة وين علي الحاجة الآن مثلاً وهو بريس شورى المؤتمر الشعبي ولا لا هو موجود الآن في استجم مع البشير بتم محاكمته ولا لا يعني هل سقط مع الإنقلاب؟ هل في تساؤلات كثيرة بتاعة لجام مغاومة؟ الحاجة دي نحن كان عندنا في السودان مشكلة بتاعة الاستماع لبعض فصراحة نحن نتكلم عن بعض أو بنهاجين بعض أكثر مما نستمع لبعض كل المستوى السياسة كله بتاع الشارع وكذا فدي واحنا المشاكل كان ممكن نحن إذا فيه إمكانية إنه الاستصحاب فيه غاب مهم نكون في غاب الآن يعني هما هصلا ننتهل قبل شوية ألا نمسل غوال حرية التغيير أو عضو في غوال حرية والتغيير هو بتكلم عن إنه الاتفاق بيزال ضعيف إذا ما لقى إمبريلا أو دعم من الشارع له يلا فالناس بتزعى لإنه لحاجة واحدة لإنه يا أخي شوف مخاوف الشارع جاوب عليها وهو الشارع عنده مخاوف واحد من المخاوف البحيل للبرهان ولا حماتي للمعاش هذا ما سؤال برضو يعني في الاتفاق ذاته من داخل الاتفاق منه البحيلهم يعني للمعاش ما هو حيكون موجود في السلطة لحد الآن البرهان قاعد يحيل فيه الضباط للمعاش وكذلك واحماتي وكان بيحلو منه مثلا في الاتفاق ذاته بتلقى مثلا بيقولك أي لولة الشركات بتاع تلغوات المسلحة للإصلاح العسكري والمؤسسة العسكرية بسرعة لا أنا ما أشعلم نقطة دي يلا أي لولة للمالية هو بيقوله أي لولة للمالية الآلية شنو؟ لجنة التمكين طبعا أكيد لجنة زالة التمكين أكيد لطبعا المؤسسة العسكرية الآن هي يعني المؤسسة العسكرية أول جيشه ذات وعد من مؤسسات الدولة ممكن تجي تفكيك الجيش بمؤسسة مؤسسة الدولة بالدولة نفسها فهذا ما ممكن الحاجة دي برضو في حاجات دي فيها أنا برجع 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 على الحتة بتاع الشنو بتاعت أسبابه لكن نذكره وبعدين نشوف الأسباب بتاعت الحاجة دي شنو ولو في مخترح بتاع حل ولا كده خلال البرنامج زال زون بالتسع ممكن نتطرق له طيب الأسباب نذكر يلا الأسباب بتاعت الحاجة دي الفجوة زاتة بين اللجان الفجوة دي حصلت بتين حصلت في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية في فجوة كان حصلت في دعم كان من اللجان في مواكب ما تطلعت بالتمسيغات الحسي ضد في مواكب كان جاءت دعمة تذكر كان لجنة إزالة التمكين في وقت كان تم تهديد لجنة إزالة التمكين بحلها والحاجات دي كان في مواكب بتاعت نفس الحسي المواكب تطلعت ضدغو والحرية والتغيير في ذاتة نفس المواكب دي وكون في كنا في الاتصال بتاع ذاته مثلا في الزمن ذات مانا ومالآن في الزمن ذات كنا في الاتصال الرتب للمواكب اللي هي التنسيغيات براية القرطوم الجاة وجاة حمت لجنة إزالة التمكين والتفاصيل فهي المواقف المواقف بتاعت الشارع بتتغير بالتغير بتاع إنه مطالب مطالب بتعنده الخط أحمر الخط بتعون الأحمر إنه في جناتة محاسبة الجنات يعني دي نمرة واحدة الضمان للحاجة ديشنه طبعا العمل السياسي ما فيه ضمانات يعني لكن حتى الآن يعني عام كامل والشارع هو لا زال في حالة هياج وكرو وفر مع السلطات الأمنية وخلف أرطال من الشهداء نحن نتكلم عن بعد 25 أكتوبر لحد الآن يعني لا زال الشارع محتقن لا زال حتى الآن المواكب هي مستمرة زي ما أسلفت وقلت إلى متى؟ إلى متى يظل هذا الرفض حتى إسقاط الإنقلاب أو الخيارين اللي أنتو قلتوهم باعتبار أنه إذا ما سقط الإنقلاب العسكري يبقى فيه مفاوضات لأنه أنتو تقعدوا لأنه تجدوا تسليم لما بين المكون العسكري للمدنيين الخيارين قد يكونوا بصورة يعني عقلانية أو على رأي محللين سياسيين للأوضاع الحاصلة هم غير ممكنة فهل ممكن نقول أنه الاتفاق الإطاري أو لجان المقاومة في وقت من الأوقات هي تنحاز؟ لأنه تحقن دماء الشارع السوداني بأن تقدر تكون مع بعض يعني خلينا نقول تدخل في مفاوضات مع المكون العسكري في وقت ما ما رغم إنه رافع شعار لا تفاوض؟ طيب تمام أول حاجة صحيحة لأنه المقاومة هي الآن ما طرحة ولا عبري أنا كمان برضو هي قالت إطرحوا لي الفكرة بتاعاته هم طارحين الخيار بتاع التفاوض في حالة عدم العجز عن الإزقاط أو عدم تجاوب الشرفاء في المؤسسة العسكرية لأنه لدينا حاجة دي ما مطروحة ما يكون تكلم بالإنابة عنهم في النقطة دي اثنين لجان المقاومة عندها صغف سيغوفات محددة اللي هي بتاعات إنه إنه عدم الإفلات دايما للناس دي لما نقعده وقتلك مع سفر الأمريكا لأنه إحنا عندنا عدم إفلات هو قال مازح الحاجة دي يعني بيحضور مازح بإنه كيف يعني إذا إحنا سحبنا من المؤسسة العسكرية القادة طلعوا مثلا سحبوا طلعوا بر السودان أو تم إبعادهم بر السودان النفي هو سموه نفي ولا حاجة بالشكل لها قالوا ما في حاجة سمي فلات يعني محاسبة تم معاغبتهم فالمسألة بتاعة فالمسألة بتاعة اللي تناغشت تقريبا في الاتفاق الإطاري بتاعة المسؤولية غير المباشرة والحاجة دي في بعض اللجان نغشوا الحاجة دي فهموها في سياق إنه ده واحد من المخارج الدائرة اللي هي الدائرة توفرة والفرية والتغيير قضمان للقادة العسكريين اللي تشاركوا في فضل الاعتصام والحاجات دي الإفلات من العقاب بصورة عامة والعدالة وغيرها من التفاصيل دي نحن نرجع لها مرة تانية لكن استأذنكم أستاذ مؤتصم وأستاذ حسين في إفادة للصحف بحيد دين شجر ومن بعده نعود مرة تانية طيب الاتفاق الإطاري الاتفاق السياسي الإطاري أنا أعتقد أنه حيعبر لأنه لا مجال إلا أنه يعبر يعني لأنه إذا ردنا حل مشكلة الأزمة السياسية في السودان يعني صحيح في تظاهرات ضد الاتفاق الإطاري الصحيح أنه فيه كيانات تكونت ومكونات سياسية تعارضه لكن في المغابل يعني لو نحن نظرنا الاتفاق الإطاري بنجد أن الحرية والتغيير الكانت الشريكة الأساسي للمكون العسكري في الفترة السابقة انقسمت إلى قسمين قسم وقع على الاتفاق الإطاري السياسي مع المكونا العسكري القوات المسلحة والدعم السريع وجسم آخر يعارض الاتفاق السياسي الإطاري زي البحث والحزب الشيوعي وفي المغابل يعني المكونات السياسية التي كانت تساند إجراءات قائد الجيش بالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 21 برضو جزء منها وقع مع الاتفاق الإطاري زي الحركات المسلحة الجبهة السورية زي الهادي دريس وقع مع الاتفاق الإطاري في المغابل عبدالجبريل ومناوي ضد الاتفاق الإطاري إذن هناك توازن في القوى السياسية حول الاتفاق الإطاري دمعناه أنه سيمضي الاتفاق الإطاري لأنه بما أنه في الحرية والتغيير هي جزء منها وكان مؤثر جدا في فترة الانتقالية ضد الاتفاق الإطاري وبما أنه في جارب مؤثر جدا في الجبهة السورية اللي هو الهاددريس رئيس الجبهة السورية مع الاتفاق الإطاري أنا أعتقد أنه سيمضي مع إشراق بعض القوة الآن هناك اتصالات تجري للحاق بعض الرافضين الاتفاق الإطاري ولكن بغير ذلك أنا أعتقد أنه البلد ستسير في مفترق طرق ولم تصل إلى نتائج تحل الأزمة السياسية في السودان أما قضية التظاهرات في الشارع أعتقد أن التظاهرات ستمضي لأنه أنا في تقديري أنه السباب معظم يعني السباب الذي يقود التظاهرات معظم معروف الانتماء ولكن في النهاية يعني الشعب السوداني إذا وجد حكومة يرضى أن المجتمع الدولي يعتقد أنها ممكن ستتعبر بالبلاد الآن ظروف الاقتصادية سيئة جدا وهذا السودان أنا لا أعتقد أنه يمكن أن يحقق أي حكومة لا يمكن أن يحقق أي نجاح إذا كانت يعارض المجتمع الدولي أو يقف ضدها يعني جربنا الفترة السابقة عام كامل من الحكم بعد إجراءات الخامسة والعشرين من أكتوبر يمكن المكوون العسكري حكم منفردا ولكن وصل لقناعة منه يعني البلد بالطريقة دي ما تمشي ورجع مرة أخرى لأنه يعني يعرف أنه السودان بدون دعم دولي لا يمكن أن يتقدم إلى الأمام يعني يعني في النهاية نحن نريد حكومة مدنية يعني يرضى عنا المجتمع الدولي لأنه السودان صحيح فيه خيرات وفيه إمكانات وكذا ولكن دائما نقول أنه تلك الإمكانات تحتاج إلى أموال ضخمة جدا لتفجير يعني وأعتقد أنه الاتفاق السياسي الإطاري إما أن يمضي إلى نهاياته أو صلاة إلى صعوبات جمع جدا تؤثر في حاضر ومستقبل البلاد شكرا الأستاذ الصحفي محيد دين شجر وأستاذ حسين تعليقك طيب أنا هعلق على أستاذ محيد دين وأرجع أعلق على أستاذ الطيب الذي تكلم قبيل أنا أتفق معه إلى حد كبير في القالة هو الاتفاق الإطاري أملت الضرورة ذاته والظروف الاقتصادية السيئة الكلام الإنتي قلت له عن تضاعف عدد الشهد والمصابين ومراوحة رغم الجسارة والبسالة التي يتعلمون بها الشباب في الشارع القمع التي يقدم لهم من السلطة الإنقلابية لكن برضو بتلقائنا أنه لأسباب موضوعية برضو ما قدرنا نسقطة الإنقلاب ذات نفسه لأنه لتعدد الجيوش في السودان لإنقسام قوى الثورة ذات نفسها واختلافه عن أبريل 2019 لحظة سقوط النظام المباد فبالتالي بيقى في رؤوس مدعددة في السودان إذا كانت مدنية أو عسكرية جاءت اتفاقية جبا جابت الحركات ذاتها وبيقت بعديوشها قبل ما يتنفذ الترتيبات الترتيبات الأمنية وكذا الوضع السائل ده كله بيحتاج حل سياسي ده ما معناه أنه نحن نتنازل عن مطالب الشارع نحن عبر الاتفاق الإطاري وعبر الاتفاق النهاي المأمول أنه حننجس أكثر من 90% من مطالب الشارع لكن الشارع بيقول أنه هو الاتفاق الإطاري أصلا ما بيحقق المطالب بالعكس هو ممكن يكون عكس مطالب الشارع السوداني عكس ما يصب إليه يعني الإفلات من العقاب زي ما كنا بنتحدث العدالة لو تكلمنا عن قضية 30 من يونيو إنقلاب 30 من يونيو والآن البشير يعني تحدث في المحاكمة السابقة عن بر الإسلاميين لحد كبير بأنه هو تحمل كل المسؤولية عن إنقلاب 30 يونيو لجهة أنه البشير أراد تبرئة الإسلاميين يعني ودمن الممكن أنه يكون هو عودة للإسلاميين للمشهد السياسي مرة تانية رغم أنكم أنتم رافضين لقوى الكتلة الديمقراطية باعتبار أنهم كجزء منها طيب عشان أجاوب علي سؤالك دي نحن ما نجي نفكك الاتفاق الإطاري ذات نفسه عشان نعرف إنه بلبي طموحات الشارع ولا لا الشارع بيقول سلطة مدنية كاملة والعسكر للسكنات الاتفاق الإطاري تكلم عن الكلام ده بوضوح كامل الشارع بيقول العداء قضايا العدالة وقضية العدالة من القضايا الخمسة ستناقش العدالة الجنائية العدالة الانتقالية أولاً وداخل العدالة الجنائية ذات نفسها لأن العدالة الجنائية لا تتجزأ من العدالة الانتقالية هي جزء صغير من العدالة الانتقالية الكبيرة الخاطبة الاتفاقية الاتفاق الإطاري بوضوح ويتكلمت الوشيغة بوضوح إنه لازم الكلام ده يتم بأصحاب الحق الخاص اللي هما زود ضحايا ونحن ما بنتكلم كمان عن فضل الاحتسام مجباحة فضل الاحتسام بس أو ضحايا نحن نتكلم عن كل الشهداء وكل الضحايا نحن نتكلم عن كل الشهداء وكل الضحايا حتى الآن يا وصفتين إحنا إذا نزلنا الأرض الواقع لم يتم البتفي ولا قضية واحدة دخلت للمحاكمة ولا يتحاكم أي من المنفذين سواء كان للانقلاب أو المنفذين للمذبحة أو حتى للشهداء يعني حتى الآن قضايا الشهداء هي بتذوب في المحاكم لم يتم محاكمة ولا حتى يعني واحد فداد ده بأيد أنه في إفلات من العقابة الآن طيب نحن نقول أنه في زمن الحكومة حكومة الفترة الانتقالية بقيادة دكتور حمدو كان في قضايا اتقدمت الصراحة وكان في أحكام بالإعدام صدرت في حق مدائنين التنفيذ ده ما نحن الآن ما بنتكلم عن عدالة ناجزة نحن بنتكلم عن عدالة وفقا للسيستيما القضايا ومعروف أنه إجراءات التغاضي في القضايا الجنائية العادية التغاضي المدني في الحكم الأول وفي الاستئناف وفي المحكمة العليا وفي طلب المراجعة ثم المحكمة الدستورية في خمسة مستويات بتاع التغاضي ودلدل الغانون كذا فنحن ما ممكن نجي ننفذ بيدنا يعني فبنكون فرق طيب لتنفيذ هذه الاتفاقية التغاضية بحيث أنه يقدر الشارع يعني عنده كثير من الويلات منها الوثيقة الدستورية اللي انقلبوا عليها في 25 أكتوبر طيب أقول لك زي ما قال محتصم قبيل أخ محتصم هو أصلا السياسة ما فيها ضمانات فيها موازين بتاعة غوة موازين بتاعة الغوة دي هي اللي بتحكم العملية السياسية كلها ونخلونا نتكلم بصراحة نقول إنه الناس نحن وقعنا معاهم الاتفاق الإطاري نحن بتجاربنا ما بنسق فيه طيب لا وقعتم وهم ما بيسقوا فيه لا وقعتم ما وقعنا لأنه دي عملية سياسية بضمانة دولية رعاة جهاد دولية ونحن شغالين بحيث إنه الجهاد دي تكون جزء من الاتفاق النهاي وضامن له لكن نحن برضو ما بنقول ما بنسق في المؤسسة العسكرية أو ما بنسق في القوات النظامية ككل نحن بنتكلم عن القيادات وهم ذات نفسهم ما بيسقوا فينا لأن الصغة ذاتة عندها عوامل الصغة ما بتكون سايد لألا كذا بتكون عندها عوامل نحن دائرين نبني عوامل الصغة دي من خلال الاتفاق الإطاري نحن يمكن خلاص وصلنا لختام المساحة لكن أنا عاوز أسألك سؤال أخير أستاذ معتصم بأنه يعني علاقة لجان المقاومة عموما بالأحزاب السياسية ممكن تكون علاقة ما بين شد وجذب وما بين ردم الهوة وما بين إحلالية وإبدالية يعني أحيانا هي توسع الهوة وتكبر هل من الممكن أن لجان المقاومة مستقبلا تتحول لحزب سياسي هذا كان يمكن يكتسح الساحة السياسية باعتبار أنه القاعدة الكبيرة فيه هي الشارع السوداني كبديل للغوة السياسية نعم كبديل للغوة السياسية للأحزاب ما أظن هذا أنا اللي يمكن أن يبقى لأنه لجان المقاومة هو معروف يعني التنظيم ده التنظيم هو أفغي مع راسي ديني مرة واحد اثنين لجان المقاومة في حتة بتاعتبائنات موجود في كوادر من الغوة السياسية الآن موجودة من كل الغوة السياسية موجودين في لجان المقاومة موجود من الحركات الكفاحة المسلح موجودين الآن في أهنا رغم ذلك بيتهموا لجان المقاومة بأنها تفتقد للقيادة ما عندها قيادة لا لا ما بالضروري يكون الغائد ده هو سياسي في نفس الوقت هو لجان المقاومة واصل لنجل في لوتر ذات واصل لنجل بعيد جدا في لجان المقاومة ذاتهم يعني فالحاجة دي ما بالضروري هو يكون الغائد ولا كده أنا بالنسبة لي ولا هم في مواقعه اللازم هم يكونوا في الغيادة دايما الغيادة بتكون يعني ما مبنية على المعيار ده مبنية على المعيار بتاع السيغان معيار بتاع الإنسان المناسب في المكان المناسب المبنية على التمثيل الديمقراطي هي دايما قاعدة تتبني قاعديا على التمثيل حاراته وحياة حسب المسميات وبتكون جسم واحد بجسم X أو جسم Z الجسم ده فيه 17 31 حارة 7 حارات بيكون فيه تمثيل فيه نوع من الديمقراطية لكن أنا كونه مفروض الصحيح والطبيعي أو الصحي الصحي أن يكون هم مكملين لبعض هي عملية التغيير دايما هي العملية تكون تكاملية ما عملية بتاعت تبادل بتاعت دوار أو عملية بتاعت نفي آخر والحزاب السياسي محتاج يصلح وما في تجربة ناجحة ولا تجربة ناجحة ناجحة بنسبة 100% ولا الغوة السياسية تجربة ذاتا من التاسيس ناجحة بنسبة 100% فالمزألة بتاعة التعيير أو مزألة المعايرة والحاجات دي أنا شايف هي حاجة ما يعني ما يعني التطرغ لي على مستوى العملية السياسية وعلى مستوى عملية التغيير يعني هو ما ما موجود حديث عن لجان المقاومة بصورة عامة وكثير من التفاصيل المرتبطة به أو حتى الأحزاب السياسية وغيرها وقوى الحرية والتغيير والساحة السياسية بصورة عامة بكل متطلبات هي قضية قد تحتاج لكثير من الوقفات خلينا نقول التوقف عند مساحة الاتفاق الإطاري ما بين مؤيد وما بين معارض الشارع السوداني والقوى السياسية والأحزاب السياسية الكتل وغيرها احنا حاولنا من خلال هذه المساحة انه نستجمع بعضا من الآراء هنا وهناك حتى تتضح بعض النقاط المبهمة للشارع السوداني شكرا جزيلا أستاذ معتصم حسن الخدر عضو لجان المقاومة شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ حسين الشيخ القيادي بحزب المؤتمر السوداني والحرية والتغيير شكرا جزيلا ونتمنى أنه يكون اللغانة كان مفيد ساهم في تسليط الضوء ولو بنسبة قليلة على ما استشكل على الناس من الاتفاق الإطاري وتداعياته السياسية وكذا وقطاما يعني نتمنى أنه الاتفاق يمسي زي ما يهو وينقل البلد في عملية سياسية جديدة تمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيحة تقوم على أساس سلطة مدنية كاملة شكرا جزيلا أستاذ حسين شكرا لك أستاذ معتصم شكرا كمان متابعين ومشاهدين وإما كنتوا كانت هذه حلقة أجندة السعى نلتقيكم الأسبوع المقبل في أمان الله موسيقى 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 موسيقى